رحية مجددة لكل المتتبعات والمتتبعين للقناة هذه لقاء جديد اليوم وعن حاول نشوف نعطيه وجهة نظار في هذا الشيء وقعد المهزالة اللي قلت عندنا في المغرب مرتبطة مع الجواز في الفيديو الاخراني كنت في المقدمة الفيديو وتكلمت على انه ده باكين واحد التسويق اعلامي بغايب حلا بغايق نعن العالم والمغاربة والانتوراج دي انه مهم كل شي على انه زع ما فلتش اللي وقع في المغرب هي استضامات عندها علاقة مع قوانين متعلقة بالتدبير ديال شؤون الجائحة ديال كوفيد 19 والا كورونا دي يعني انها الناس خرجتها تحتج ضد الجواز ديال اللقاح الهيئة المحاميين تحتجوا ضد الفرط ديال هاد الجوازات ديال اللقاح وإلى آخره ما العلم على انه يعني في المغرب هناك امور يعني اشد اهمية واكثر اهمية وحيوية من من الموضوع ديال الجائحة طبيعة الحال بعيدة كل البعدة لانني تقول لانه هاد الناس هادو ما عندنوش الحقي حتى تشجو كونتر للفرط ديال هاد الجواز هادا بل عندهم كافة حقه اعتقد على انه هادا تدخل في احد اهم الحقوق وهي تقرير الانسان في علاقته مع داته مع حياته الجسم دياله الى اخير الغريب في الامر هو انه هادا الدولة بغى تسوق لنا وكأنها فهمتني تتهمها صحة المواطنين والحياة المواطنين كتر من المواطنين نفسه يعني هذه هي نفس الدولة اللي فضلت تعتاقل للناس وتحكمهم بالمئات ديالسنين وهو عوض ما توفر لهم مستشفى واعتقد توفير مستشفى في منطقة معروفة بتصعد الحالات السرطانية يعني هذا هو الشكل اللي ممكن هذه الدولة تبين به بانها تتهمها صحة المواطنين ماشي فرض جواز اللقاح وتلقيها هذه هي نفس الدولة اللي لا تترضد باستعمال العنف في وجه المواطنين اللي تحتجوا أشكال سلمية والتي تقدروا يتعرضوا على إطرها ناس الاستشهاد تقتلوا عباد الله تتسوق لنا أنها تتهمها الصحة المواطنين أولا إلا بينا نشوفها من واحد المنظور التسوق لهذا الشهادة باعتبار على أنه ما هذا اللقاح هذا هو اللي يحمي الجامعة ويحمي الناس المواطنين من إلى آخره إلا كنا نقول بأنه بغي نفرضوه على الناس من أجل باش نحميه الناس من الوباء ونحميه الناس من المضاعفات التي تخلقها هذا الوباء نقول لكم مع هذه المسألة اللي ملقح إلا كنا تتلقي هذا إفكاس وتعطي نتيجة اللي ملقح صفي اللي ملقح رها نجع لهذا الحساب اللي بغي لا نفهمون منكم يعني العالم كل ما قادرش يقول بأنه هذا التلقيح هذا رفعال مئة في المئة وتال هادر هذه السبعين في المئة وذلك الشي يعني كين فيها اختلافات علمية هنا وهناك يا ناس اختاروا يتلقحوا ذمكن أنتم ما بناءا على المثل تروجوه أنتم وحول هذا اللقاح رهما صفي محميه واللي ملقح شوالي فخطأ رشدكم انتم يعني طالما اللي ملقح رها محميين واللي ملقح شوالي تخلي راسه بناءا على الفكرة دي لكم عرض الخطأ رشدكم انتم زي ما خايفين على هاد الناس لتموت خايفين على هاد الناس هادين لتضرها صحتها يعفينكم انتم من حق الشغل لأنه اعتقد حق الشغل هو اللي يعني واحد من اهم الحقوق باش الانسان يقدر يحص بالكاراما ديالو يعني الانسان اللي عاطل عن الشغل وتيحص براسه على عائلته ولا على مجموعة الأمور ما صعيب عليه أنه يحصن الكاراما ديالو وخاعي دافع على الكاراما ديالو بطبيعة الحار احنا بسنقولوش بأنه الناس العاطلين ومعطالين على الأمر محنن مش كاراما لا تنقولك احساسهم بالذاتي احساسهم الداخلي فين كنت هاد النظام هادا من هاد الحق هادا فين كنت هاد النظام هادا من الحق للعيش الكريم الحق للكسب الحق للتعليم الحق في الخيرات الواطن الحق باش انه يوصل هاد المواطن واحد الجزء من ذاك الخيرات الواطن اللي تساعدوا يتنمى بحكم انه العامل الباشاري انه هو احد اهم المكونات ديال المجتمع لما نقوله هو اهم مكوين ديال المجتمع يعني وصلت حتى الكورونا علاش لأنه هاد الدولة هادا وهاد النظام هادا تيتخلص تيتخلص بالمبيعات ديال الدولة لانه خرج المالك يقول لهم راح نخسرنا الملايير باش نجيبوا هاد اضراد الكذوب لا هاد اضراد الكذوب بل هادو كل حقان وذاك شي هاداك تتعطاوه وتفرقوه وتفرضوه لانهم يجربوا في عباد الله وانهم هناك تحفيزات مالية لهاد الانظيمة باش تدير لانه هادا هو نفس النظام ربما ماشي نفس الشخص ولكن نفس النظام بطبيعته ذيك البنية دياله التكوين البنيوي دياله وطبيعته البنيوية اللي تيتاجر في الشعب دياله ما تيهموش مصلحة الشعب دياله ما تيهموش يحمي الشعب دياله تيتاجر في الشعب دياله اللي يباع ليهود المغاربة للمشروع الصيوني وخدع ده راسهم خمسين دولار للراس في الشخص الحسن الثاني واختلف الاسم ولكن الطبيعة البنيوية والإجرامية ديالهد النظام لا متختلف يعني هاد الهد النظام هذا لا يتردد يبيع المغاربة للشركات ديال الأدوية يبيع المغاربة لصندوق النقد دولي يبيع المغاربة للصيونية يبيع المغاربة للهجرة السرية يبيع المغاربة للدعارة يبيع المغاربة للهجرة السرية يعني للباطرونا يستعبدوهم كيبغاوا هذا هو نفس النظام يعني ما حبكت له هو هذا هو التي يموت على المواطن وتي أحموها الأحمق على المواطن حتى وصلنا الجواز دي لتلقيه يعني يقبل الجواز دي لتلقيه المحاكمة المصيبة الخيالية للمناظرين ديال الريف والجرادة والقمع هنا وهنا شوي يزعى مجال هذا وهو يربي المحنى ورب الكبدة للمواطنين هذا كلام خوي هذا كلام خوي وهذا هو تسويق المغاربات الإعلامية وهذا الناس اللي تحتجوا هذا الشيء لستنقدرنا هذا الناس اللي تحتجوا ضد الجواز تتلقيه رغم على أنني تقول بأنه إحنا رحنا عندنا مصيبة كواريت خراقصنا نحتجوا لهذا الكواريت ولكن هذا الاحتجاج على إجبارية تتلقيه جزء مهم من هذا من هذا من أننا تقطع الطريق على المؤسسات الإمبريالية باش تزيد الدخل المغربي ماشي فقط في جيبه وفي اللقمة اللي عيش دياله بغى تدخله حتى فصحته يعني هنا وصلنا لذلك الحد الأدنى اللي كانت تكلم عليه ديما لأنه حتى ذلك الناس اللي في تاريخ ديال المشامعات البشرية هضروا على ذلك التعاقد الاستسلامي لانهزامي للحكام يعني أنه الشعب يعطيه ظهروا رجلوا للحكام قال لك إلا في حالة على أنه يحس بأن هذا النظام هذا تدير تصرفات تهدد كينونته تهدد حقه في الحياة يعني هذا أضعف أضعف ما يمكن لأنه المغاربة يديروا اليوم وما أنهم يساندوا كل هذه الحركات اللي هي تحتاج ضد إجبارية اللي قاح وكونوا على يقين لأنها ممكن تطور هذه الحركة إلى مطالب سياسية أخرى لأنها تشبههم هذا هو ما الذي نقول لكم وأنا عاود هذا هو اللي يبعونا لصندوق النقد الدولي احتولى المغرب والمواطن المغربي مكهل هو اللي هزاك الحمل الكهل دياله متقول متقول ديال المديونية وهذيك المديونية هما باش يضمنوا صندوق النقد الدولي يرزقهم وهم يخافوا إش عليه تصرفوا هنا بما يفهم بسياسة تقشوف وقطع من هنا وقطع الخوصاصة والقضاء على القطاعات العمومية القضاء التعليم القضاء الصحة العمومية القضاء على كده 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 كل ما هو تساعد المواطن المغربي باش يعيش حياة أفضل تقضيوا عليه بسبب هذه المديونية اللي هي كانت نتيجة ديالباع والمواطن الصندوق النقد الدولي وهو ما راهم تتشوفوه ما را تغتاني وتغتاني 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 وما ما واصلهمش للحر في هذه الوضعية هذه إذن من هذا الباب هذا أنا أتضمن كليا مع كل من يناظر ويتصدى الإجبارية لتلقيه يعني من هاد المنطلق أنني أعتبروه ببساطتي اللي تتباني بزاف النسيب اللي هم هدا نيضاء البسيط وانتم وعندكم المصيبة ديالا ما كالأخدمها لا حق التعليم لا حق الشغل حرية التعبير لأولو محبكت غي تناضلو ضد إجبارية تلقيه إجبارية تلقيه حرا عنده واحد البعد إمبيريالي خطير حتى بحالة بحالة تصدي التطبيع مع الصيونية وبحالة بحالة تصدي المديونيات اللي تتدار بالإسم ديالنا وليما تستفتشلنا المواطن المغربي نهييا إلى آخر فابتلي لها قيمتها ولها أهميتها من جانب آخر هو هناك اغتيال تم يعني إعلان صريح من النظام المغربي وهذه الدولة المغربية أنه ليس هناك قانون في المغرب في المغرب كالقانون ذي الغبا قانون ذي اللحوش لاش لأنه لما تتجي وتتهاجم الممثل الناس اللي تمثلوا القانون اللي هم المحامون حكما أننا لدينا القاضاء تواتيمة القانون نيابة العامة تتمثل القانون فعلا لكن ليس لدينا لأننا لدينا وكي المالك ديال المالك ديال المالك إذن هذا الجانع هذا من المنظومة القانونية ليس قانونيا أصلا هو آدات فض العصبة تبقوا المحامون المحامون بمختلف تنوعاتهم اللي داخل المهنة باش يدير الفلوس اللي داخل المهنة باش يكسبوا في نفس الوقت يسيد القانون واللي يتطوعوا يدفعوا المعتقالين ويتطوعوا في قطاعات يعني ديال المجتمع المدني وإلى آخرية هذ المحامون هذو فيهم بزاف ديالناس وهذو هما لسونس وذيك الروح اللي قد عدنا ديال القانون نحن هذو جهد النظام هذا منعهم لأنهما يمارسوا المهمة ديالهم وهو إعلان صريح وواضح ديال أننا حكمنا بالإعذام على القانون احتدوا كل اللي مداخلينش شكارة ديال النظام احنا نقوم نديرو فيهم ما بغينا وعنفرضو عليهم المفروض على أنهما ديال المحامون هذو تكونوا هما من ناس اللي تساهموا في بناء تشريع القانوني وذلك الشيء لأخير بحكم أنهم ولاد الميدان لا لا هما تيجي تقنقراطي معينه زعيم المافيا هذا ديال العدوية النظام السياسي الحاكيم واللي يمثلوا ذاك الوجه ديال محمد الساديس ويجي يفرض على المحامي يعني ممارسة أقل ما يمكن أن يقال في حقايا أنها اللي قانونية أنت مصدقية يعني الغريب في الأمر هو أنني وغن ندير فيديو قادمة نحاول نقدر كل الفيديو اللي جاي نحاول نشوف غن نوضح لكم بأنه هذ النظام هذا أصبح حياتنا قضح حتى مع طبيعته المايكيا فيلي يمقاش تدير حتى بالكلام ذو مايكيا فيلي وهذا دليل لأنه سرح وخرجه أنه يعني هو خارج عن الصواب دياله لأنه هو مايكيا فيلي حتى النخاع فجأة حتى النصائح التي تقدم بها مايكيا فيلي للأمير واللي كانت يتبنىها الحسن الثاني وتبنىها محمد الساديس ما بقعوش تديروا بها فضل لحظة هذا وهذا دليل لأن هناك تناقضات صارخة داخل هذا النظام يجب علينا أن نعجل من الوثيرة ديال أنها تتحول إلى تناحورات باش حتى يطيع هذا النظام يعني هذا هو اللي كين هذا إلى حد هنا أن توقف تحية لكم وكل تضامن مع المعتقلين اللي قابعين فالزنزين دياله الدولة البوليسية الدولة الدراكونية والمجد والخلود للشهداء الدولة 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 الدول